ككورت نأتي إلى بغداد ونشارك في هذه الجلسة واللي حد الآن لم يصلنا جدوى الأعمال وبعد أن يصلنا جدوى الأعمال نحدد موقفنا من جميع القوانين والبرامج التي تكون ضمن جلسة يوم غد وعلى الرغم من انشغال النواب بالحملات الانتخابية ولقاءاتهم بالجمهور يبقى الأمل مفتوح في انعقاد الجلسة والتي ربما تكون الأخيرة في عمر البرلمان أشك أن يحصل نصاب يوم غد خاصة وأن الكتل والنواب قسم منهم مشغولين بحملاتهم الانتخابية الجدوى للأعمال فيها كثر من 30 فقرة على الأقل 26 فقرة تصويت 11 فقرة من قرارات و15 فقرة منها تصويتات على قوانين مكتملة أو تم التصويت على جزء منها طيب على الأقل لو يأتون غدا ويوم الخميس نكمل هذه التصويتات وراء الله محمد علي وياهم ما رايح الحملة جاي الحملة الانتخابية خمس دورات برلمانية يمر بها البرلمان العراقي يحضر العدد الكامل لأعضائه في الجلسة الافتتاحية لأداء اليمين ثم يبدأ ماراثون الغياب حيث سجل على بعض الشخصيات عدم حضورهم النهائي لدورة برلمانية كاملة تحت أعذار ومسميات مختلفة منها مفهوم الزعماء الكبار أو رؤساء القوى قناة الرشد الفضائية علي حميد